لا طبعا لازم امسح الشاشة الاول لو ما مسحتهاش لده حمسحها المين لما اخذ يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جهامد والفيلم اللي حنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو The Irishman الفيلم اللي كنت بدأت اشك انهم هيكملوه اصلا من كتر معاملين يأجلوه مش عايزين يطلعوه منه اي حاجة وبنتنشأ عالصورة لغاية لما خلاص ابتدى نسمع انه حيطعرد في مهرجان تورون طبين او معرفش مين وحتى مشوفناش تريلر العالم المفترق مهم انه اخيرا وصل فيلم The Irishman احد اهم افلام العام بل قد يكون اهم افلام العام التي نرتقبها جميعا لان ده الفيلم اللي بيرجع فيه روبرد نيرو مع الباتشينو بيرجع فيه روبرد نيرو مع مارتن سكورسيزي بيرجع فيه روبرد نيرو مع مارتن سكورسيزي مع جو باشي بيرجع فيه مارتن سكورسيزي وروبرد نيرو جو باشي الافلام المافيا عشان يكملوه الثلاثية او الخماسية بتاعتهم مش عارف ودي الحقيقة اكتر حاجة انا مستني اعرفها من التريلر دي هل مارتن سكورسيزي هيعمل الفيلم ده بنفس الطريقة اللي عمل بها جود فلس وبنفس الطريقة اللي عمل بها كاسينو بتاعة النريشن والراوي اللي موجود في كل المشاهد اللي بتعلي الانرجي بطريقة مرتفعة جدا أنا عن نفسي أتمنى عشان البوكي ده يكتمل على بعضه وأتمنى نفهم ده من التريلر اللي كالعادة ما شفتهش ولا مرة حشوفها معاكم دلوقتي لأول مرة فيلا بينا أيوة هيعمل الفيديو مروا لا يمكن أن يمتوه جيد جمي كما مهتوه رائع يقعون بشكل محدد جميع وجثم تلو الوزر ممي بس حقيقة قاملة فقط رقحها بن restaurants تطرب قضاء كovich لا لا باحتمام اعتبار اجري speed اللقنة 닥فلي و existential تهوفك الاحثاب الفان ينصب تختراسها ترجمة نانسي قنقر 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 تليفونية بيعرف فيها فرانك شيران بجيمي هوفا جيمي هوفا ده موضوع مهم جدا يا جماعة لانه كان احد الشخصيات النقابية المهمة جدا في التاريخ الامريكي واللي ليه علاقات واتصالات واضحة جدا مع المافيا وانتهى الامر باختفاءه محدش عارف في الدنيا الراجل بحصله ايه بالزبط لغاية لما ظهرت الرواية دي للشخصية دي اللي بيؤكد انه هو اللي قتله وجيمي هوفا بعلاقاته بالمافيا كان ليه فيلم قبل كده او فيه فيلم قبل كده مش ليه هو طبعا يعني اسمه اسمه هوفا لو انا فاكر صح كان من اخراج داني ديفيتو من بطولة داني ديفيتو اللي كان عامل دور هوفا جيمي هوفا فيه كان نيكلس كان جاك نيكلسون سوري معلش الدنيا لحبتت معاه كان فيلم مهم كان فيلم حلو جدا وانصح الجميع بانه يشاهدوا قبل الفيلم ده عشان يخش في الاجواء شويتين المهم خلونا نخش في الموضوع روبرد نيرو والباتشينو مع بعض على التليفون ده جيمي هوفا يا جماعة ده الشخصية النقابية بالتأثير بتاعها اللي احنا عارفينه من الروايات التاريخية ومن الفيلم اللي قلتلكم عليه ده يبدو بقى ان هوف العصر الحديث شوية اعتقد ان جو بيشي في المشهد ده شكله كبير عن المشهد اللي قبل كده والواضح فيه التكنولوجي بتاعت الدي ايجنج وهتكلم فيها كمان شوية لان فيها عنصر معين عجبني جدا اتنين بس في العالم عندهم واحد من ده واحد منهم ايريش اللي هو فرانك شيران اعتقد ان ده دليل وفاء لمنظمة معينة او مهارة في امر معين وعلى ما يبدو هو القتل طبعا انا سمعت ان انت بتدهن بيوت ده اسم الرواية اللي الفيلم ده منتخذ عنها واللي بيوصف قصة حياة فرانك شيران شخصيتنا الرئيسية دينارو بمسدس بيضرب واحد بالنار في فيلم المارتن سكورسيزي يبقى يبدو نديب داية العلاقة ان جيمي هوفا تواصل مع فرانك شيران علشان يقوم له ببعض العمليات القادرة يعني بنته دي الشخصية اللي ما بتكبر بتبقى انا باكون المشهد عظيم المشهد رائع وبيوضح بعض العمليات القادرة النقادية اللي تمت تحت اشراف جيمي هوفا وكمان مرة لو شرطوا فيلم هوفا هتفهموا ابعاد الموضوع والمشهد دا فيه تهديد مباشر من المافيا الجيمي هوفا نبص مع بعض دا وقال باتشينو بيمثل بوشه التاريخ بتاعنا حيتعرض لحقبة كيندي ومن الواضح لعملية الاغتيال كذلك انا اعرف حاجات هم ما يعرفوش ان انا اعرفها وده بيتقال بصوت جيمي هوفا اللي هو الباتشينو لو انا لقيت الصوت صح يعني شكله كده مش روبر دينيرو وده بيوضح ان الفيلم احتمال كبير يكون فيه النمط اللي انا حكيت عليه بتاع جود فيلس وكاسينو بتاع شغل الراوي بتاع الحكاوي اللي بتتقال من خلال الفيلم كله ولو ده حصل انا حتجنن من السعادة اغتيال كيندي انا باكوين واحدة من الممثلات الجمدين جدا واللي برضو ضيعت وقت كتير جدا في الولا حاجة ظهرت كطفلة في فيلم ده بيانو زمان ولفتت الانظار بشدة وبعدها بشوية ظهرت ممكن في اول فيلم من افلام اكس من وبعدين اش عارف الناس دي بيجرالها ايه لا يا جدعان باتشينو في الفيلم ده بيشتغل يا جدعان فيبدو ان الراجل ده كان عايش حياة عادية شكلها طبيعي جدا وبسيط جدا ولكن في الحقيقة هو كان بلوة مسيحة شخصيات المافيا اللي من الصف الاول والتاني والتالت والسحر بتاع سكورسيزي في الحتة دي يا جماعة هذا الخريف قصته غيرت مجرى التاريخ مجرى دي من عندنا ده مين الاخ اللي تجنن على قل باتشينو ده يا ابني انت مجنون يا ابني هنا اللي عجبني في موضوع الدي ايجنج حاجتين واحدة منهم مش متأكد منها هيبقى فيه اشارات للماضي بشكل واضح عشان بداية العلاقة ولكن اصراع الحقيقي التداخل الحقيقي المشكلة الحقيقية اللي بتنتهي لاختفاء غفا او مقتله على ما يبدو هي دي اللي حيب عليها تركيز في الفيلم او على الا الا انا اتمنى ان ده اللي يحصل ثانيا الدي ايجنج مش واخدنا لزمن صحيق مش شبه الحاجات اللي احنا شفناها عند مارفل مش زي مايكل دوجلس مش زي كيرت روسل مش زي الحاجات دي هنا الموضوع اللي زمن منش مستغرى بشكل روبرد نيرو فيه مش مستغرى بشكل أل باتشينو فيه مش مستغرى بشكل جو باشي فيه وده هيخليني اتقبل الموضوع بصراحة دي من اكتر الحاجات اللي انا كنت خايف منها انه يعمل دي ايجنج لدرجة ان انا احس اني شايف موضل الكمبيوتر مش ممثل الرجل الايرلندي بسلامته عاوزين الامانة والصراحة رغم ان روبرد نيرو نمرة واحد عندي في الدنيا فوق اي حاجة في الحياة يعني بس في التريلر دي ترتيب السخونة عندي انا جو باشي أل باتشينو وبعدين روبرد نيرو شوف الرجل بيحرك يعني هقول لك ايه بس اللي أل باتشينو محتاج يعمله بحركة رقبة بكتير من تعبيرات وشه روبرد نيرو بيعمله من غير ما يعمل حاجة يا جماعة ومع ذلك هارجع برضو واقول لا انا أل باتشينو بعودته القوية دي مسخناني اكتر شوية من روبرد نيرو انا مش عارف انا عاوز الفيلم ده طب خدوا فلوس تاني فوق اللي انت واخدنا وهتو على طول دلوقتي والنبي طب انا حكيت كل حاجة عاوز احكيها في التريلر من حماسي الحقيقة فخلونا نعدي على التفاصيل اللي فضلة يعني السيناريو لستيفن زيلين يا جماعة واحد من كتاب السيناريو المفضلين عندي في التاريخ كله ده اللي كسب الأوسكار عند شيندلرز لست ده اللي عمل ماني بول ده اللي اشتغل مع مارتين سكورسيزي في جنجزه في نيويورك تاريخه مليان حاجات كويسة ومليان حاجات مبداعة كاتب حوار من الدرجة الاولى لا يقارن عندي الا بارون سوركن والاخراج لمارتين سكورسيزي محتاجة اقول اكتر من كده والفيلم على نتفلكس دي غالبا هتبقى اول مرة في حياتي في يوم نزول الفيلم افتح نتفلكس واقعد ادوس رفريش بشكل عشوائي لغاية لما يظهر وده ان شاء الله هيحصل يوم 27 سبتمبر 27 سبتمبر يا جماعة زي ما بقولكم كده نفتح نتفلكس ونقعد ادوس رفريش لغاية لما الفيلم يظهر لاندرجة الترقبية هي عشرة من عشرة بكل تأكيد مفيش اي حاجة في الدنيا ممكن تقلل منها حتى لو التريلر دي كان فيها مشاكل ما كانتش هتقلل منها بس التريلر ما فيقاش مشاكل التريلر عظيمة رائعة احلى تريلر السنة دي انا مش قادر امسك نفسي من اني اقول كده احلى تريلر في 2019 بكل تأكيد مش عاق مش دي نيرو بس يعني اعمل ايه طيب في النهاية ده رأي ورأيكم ونسب الترقبي وترقبكم ومش حابل اي حاجة غير كده تتقل في التعليقات من اي نوع عشان الناس دول ما فهمش يظهر الناس دول خطة احمر تحتيه خطة اخضر تحتيه كل الخطوط اللي انت عايزينا في الدنيا الفيلم ده اكتر فيلم احنا مستنينه واللي مش هيتفرج عليه معي يوم 27 سبتمبر الى لو كنت مسافر او عندي مشكلة بس هشتبق اندوني اواضحة يعني يبقى عنده مشكلة كبيرة جدا الف شكر لحضراتكم على المشاهدة يرد تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغالوا جارس التنبيعات عشان تجدكم الحلقات اول باولو طابوني على فيسبوك و تويتر ووي باي